مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام عمل جلسة مع أعضاء لجنة الحكام أحمد أبو العلا وتامر دوري ومحمد فاروق وأيمن ديش مع حكام الدوري المصري الممتاز والحكام المساعدين في اجتماعين منفصلين عبر تقنية زوم كلاتنبرج عمل إيه بقى؟ أشاد جداً بالحكام خلال مباريات الأسابيع الماضية طلبهم بالاستمرار في تقديم أفضل مستويات خلال المباريات المجبلة حلو الكلام التحفيزي على عيني وعلى راسي وراجل المدير الشاطر اللي يحفز الناس اللي بتشتغل معاه برافو برافو كلاتنبرج بس أتمنى أتمنى يكون برضو ألعهم إن كان في بعض الأخطاء وأخطاء ما ينفعش تحصل سواء على مستوى البار أو على مستوى حكام الساحة كان فيه أخطاء وخدوا بالكم إحنا دلوقتي الأخطاء بتتلم ومحدش بيحس بيها بتمر كده هي دايماً أو دايماً الأزمة بتبقى مع نهاية الموسم المباريات الأخيرة قبل نهاية الموسم ليه بقى؟ اللي بينافس واللي بيصارع واللي عايز ياخد مركز في المربع الزهبي كل واحد ما ببقاش مستحمل خطأ دلوقتي الأخطاء بتعدي واللي بيخسر نقطة يقوله بقى عوضها بعد كده ما ببقاش فيه تعويض فيبقى فيه سريخ فيبقى فيه دوشة فيه تركيز على أخطاء الحكام فياريت ناخد بالنا من دلوقتي نصحح على قد ما نقدر وللمرة المليار الجملة الشهيرة أخطاء الحكام هتفضل موجودة عمرها ما تختفي عمرها ما تختفي هي ما بتختفيش في إنجلترا ما بتختفيش في إسبانيا ولا في ألمانيا ولا في فرنسا ما بتختفيش في أبرز دوريات في العالم بس نقللها ومتبقاش أخطاء ما ينفعش حد يعملها